بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نبدأ مع مدخل إلى التعبير الخاصة 101 خاص ومن المقاررات الأساسية بكلية التعبير ومتطلب بالنسبة لقسم التعبير الخاصة والأقصام الباقية داخل كلية التعبير جامعة الملك خالد وإن شاء الله المدخل إلى التعبير الخاصة من المواد السهلة والجميلة واللي بتؤسس خصوصا طلاب قسم التربية الخاصة لباقي المستويات إن شاء الله وأنا دايما أقول للطلبة يا شباب اللي هيكتهد في مدخل إلى التربية الخاصة إن شاء الله يرتاح في باقي المواد داخل قسم التربية الخاصة لأن المدخل بيضعي الأسس الخاصة بكل إعاقة وإن شاء الله يستفيد منه أكبر عدد من الطلاب طيب المدخل إلى التربية الخاصة ودراسة التربية الخاصة بصفة عامة من المواضيع الهمة عالميا حاليا والاهتمام بزاوة الاحتياجات الخاصة اهتمام منظمة الصحة العالمية واهتمام الأمم المتحدة والدول العربية كمان جامعة الدول العربية طيب كل ده لإنما الوقت الحديث بدأ إزداد العرض يعني قريما كانت منظمة الصحة العالمية وضع نسبة عشرة في المية من عدد السكان هم المصابين بالعاقات ولكن حاليا زال النسبة من 12 إلى 15 في المية ويقال إن ده راجع للاكتشافات الحديثة وأنا بقول كمان زيادة الحروب والتشيخ داخل المجتمعات كمان وهكذا أشياء اكترا جدا وعمة الاحتياجات الخاصة اهتمامنا بيهم إن شاء الله يكون زائد خلال الفترة الجاية بالتعبير الخاصة بتؤكد على إيه؟ التعبير الخاصة بتؤكد على ضرورة الاهتمام بزاوة الاحتياجات الخاصة وقلنا زاوة الاحتياجات الخاصة بمشان نتكلم على معاقين بس نتكلم على معاقين وموهبين ومتفوقين طيب الاهتمام هيكون راجع لإيه؟ أول حاجة كيف المناهج نعدلهم المناهج لتتناسب معه إذا كانت بالنسبة للموهبين والمتفوقين تكون مناهج أعلى من المناهج المقدمة للعاديين وإذا كانت بالنسبة للمعاقين فتكون مناهج أقل مستوى من العاديين كمان هنبحث عن طوق تدريس تساعدهم وتتناسب مع احتياجاتهم كمان نحاول أن نحن نصل بهم إلى موضوع الدمج ودمجهم ده موحلة من المواحل المتقدمة في التربية الخاصة أن نحن نستطيع أن نقدم لزاوة الاحتياجات الخاصة كل ما يقدم داخل المدارس العادية وخصوصا بالنسبة للمعاقين شكرا